أعلنت إدارة محافظة ديالة بأن أكثر من 500 مليار دينار عراقي مبالغ المشاريع المتلكئة في ديالة والتي يصل عددها إلى ما يقارب 14 مشروعا كانت قد أحيلت منذ سنوات إلى شركات مختلفة وهذه المشاريع وزعت آنذاك بين الصرف الصحي والمجمعات السكنية إلا أن جميعها لم تنجز بالفترة المحددة لها هذه المشاريع أكثر من 14 مشروع كلها متلكئة حتى وأن كانت نسبة إنجازة عالية لأنه إذا ما تقيسها مع فترات الزمنية التي أحيلت هذه المشاريع مع نسبة الإنجاز بالنتيجة تعتبر هي متلكئة مشاريع أحيلت من 2010 و2012 ولهذا اليوم لم تنجز هي مشاريع متلكئة مجمعات السكنية متلكئة مجاري الخالص ومجاري غرب بعقوبة متلكئة المستشفى اللي بلبة قضاء بعقوبة متلكئ ملعب متلكئة كذبة كبيرة هكذا وصف أهالي ديالة تلك من الحكومة المركزية في إنجاز المشاريع بحجة التقشف المالي خصوصا بعد أن أنجز بعضها قبيلة زيارة البابة بأيام قليلة مما يشير إلى عمليات سرقة وفساد مالي ممنهج طيلة السنوات الماضية على حد قولهم كذبة كبيرة يعني عدم إنجاز المشاريع والأموال هواية يعني بيوم وليل النفط أصبح ستين دولار تتوفر الأموال بالإضافة عوف النفط يعني عندنا خيارات كثيرة حب أخصر محافظة ديالة بحوالي ثلاث منافذ حدودية يعني حقيقة احنا كل شي نستغرب من الحكومة اللي صار الهسنين تقول أنه أنا ما أقدر أنجز المشاريع ما أقدر أحارب الفساد ما عندي أموال وبيوم وليلة لمجرد أنه زيارة مهمة إلى العراق ينجز أدث مشاريع في آن واحد ميزانيات ضخمة والخدمات شبه معدومة ومشاريع متوقفة بأعذار قد انكشف زيفها مع زيارة الشخصيات المؤثرة حيث نفذت مشاريع كانت غائبة عن المشهد لسنوات لكن التغيير حصل بأيام قليلة وأصبحت بعض مدني العراق بأجمل صورة من محافظة ديالة حسن الشمري التغيير الفضائية